السفير أسامة عبد الخالي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بنيورك أعرب عن اعتزازه بتكريم مصر في الاحتفال السنوي اللي نظمته الأمم المتحدة لتخريد دور حفظة السلام وده تزامنا مع ذكر 75 لعمليات حفظ السلام الأممية أشار كمان المندوب الدائم لمصر إلى تقدير السكرتير العام لأمم المتحدة الخاص لدور مصر على المستويات المختلفة ومساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة حيث يشارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشر سنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بكونغو عام 1960 الحقيقة دور مصر كان دور كبير جدا في قوات حفظ السلام خاصة في إفريقيا وفي مناطق النزاع وقوات المصرية من أمهر القوات ومن أكثرها الحقيقة مهارة وده دائما بيجعلها تحت الطلب لأداء مهمات دولية إنسانية وكبيرة لغاية وقدمنا الحقيقة شهداء قبل كده في قوات حفظ السلام ولدينا أيضا سيدات في قوات حفظ السلام فمصر الحقيقة دائما مكان لها دور كبير وريادي في قوات حفظ السلام بنشكر طبعا كل أبنائنا من القوات المسلحة وغيرهم من المشاركين في هذه العمليات لأنها بتعطي أيضا دور قوي لمصر عالميا وبتزيد كمان من نصاعة وصورة سياستنا الخارجية القائمة دائما على مساعدة الشعوب وحفظ السلام في المقام الأول